التقى قداسة البابا فرانسيس في مقر إقامته في الفاتيكان وفضاً فلسطينياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور رمزي خوري رئيس اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس في فلسطين حيث تم تسليم قداسته رسالة هامة من فخامة الرئيس محمود عباس تتضمن شرحاً وافياً عن الإنجازات الكبيرة التي حققتها اللجنة في تعزيز قيم العيش المشترك في ظل المعاناة التي يعيشها المسيحيون في فلسطين عموماً والقدس خصوصاً وقد عبر قداسته عن عنق تقديره للرئيس عباس الذي أثبت بأنه يعمل بإيماناً مطلق من أجل السلام وكرامة الإنسان من خلال دعمه للحفاظ على الوجود المسيحي في فلسطين خصوصاً والشرق الأوسط عموماً حيث أكد البابا فرانسيس للوفد الزائر أنه لا وجود للشرق الأوسط بدون المسيحيين ويضم الوفد السيد عيسى قسيسية سفيرة دولة فلسطين لدى حاضرة الفاتيكان والأب إبراهيم فلتس مستشار حراسة الأراضي المقدسة اشتركوا في القناة